الجهم ابن صفوان هذا عاصر واصل كان معاصرا لواصل ابن عطاء والجهم ابن صفوان كان يقول بما يقول به الجعد ابن درهم الذي ذبحه خالد القصري فالجهم ابن صفوان هذا كان ينفي صفة الكلام وكان يقول بأن القرآن مخلوق الجهم ابن صفوان هذا لم يكن معتزليا على الإطلاق وكان جبريا كان يقول بأن الإنسان مثل الريشة في مهبر الريح تحركها أصابع القدر كان جبريا مخضم والمعتزلة ليسوا جبريا المعتزلة يقولون بالعكس هم ينفوا المسألة الصبت التقدير والجبر وأن الإنسان مسير في أعماله وأنه لا خيار له وأن الله يخلق له فعله وأنه لا يدى له في مصيره ومآله وإلى آخره هذه من بدهيات المذهب المعتزلي أنهم يرفضون ذلك نعم الجهم ابن صفوان كان يقول بذلك وكان يدافع عن ذلك بشدة وعرف عنه أنه يعني كان رأس هذا المذهب الجبري وبالتالي كان الجهم ابن صفوان في هذه المسألة ضد المعتزلة لا يمكن أن يكون جبريا ومعتزليا في نفس الوقت يستحيل ذلك الآن الجهم ابن صفوان كان يقول بخلق القرآن وبنفي الصفات أو نفي صفة الكلام الآن حصلت مناظرات بين أو يعني حصل تبادل للحديث بين واصل وبين الجهم ابن صفوان وكان واصل يقول عنه أنه ليس بثقة وهناك رواية أن بعض السمنية جاءوا إلى الجهم ابن صفوان وقالوا له كيف تعرف ربك هل يخرج المعروف على أن يعرف بإحدى الوسائل الخمسة يعني السمع والبصر والشم والإحساس يعني الحواس الخمسة فسألوا هل يعرف المعروف بغير هذه الوسائل الخمسة فقال لا فقالوا فبأيها تعرف ربك هل بالشم أم بالحس أم بالضوط أم بالبصر أم بالسمع بأيها تعرف ربك فقال ليس بأحدها فقالوا إذن أنت تعبد مجهولا أنت لا تعبد معلوما فأرسل بذلك إلى واصل فقال له واصل قل لهم إن هناك دليلا سادسا وهو الدليل نعرف ربنا بالدليل فأضاف إلى وسائل المعرفة الخمسة يعني بابا سادسا وهو الدليل فذهب الجهم إليهم وقال أنا أعرف ربي ليس بهذه الوسائل الخمسة ليس سمعا ولا بصرا ولا شما ولا حسا إلى آخره وإنما أعرفه بالدليل فقالوا له السمنية هذا ليس كلامك كلام من هذا فقال لهم هذا الكلام واصل فقالوا إذن نذهب إلى واصل ونناظره فذهبوا إلى واصل ونظروه يعني كان هذا الشخص ليس محبوبا عند المعتزلة الآن ابن أبي دؤاد هناك خلاف تاريخي حول كون ابن أبي دؤاد جهميا أم معتزليا يعني أردت بهذه المقدمة والتمهيد أنه أصل إلى ابن أبي دؤاد وإلى محنة خلق القرآن أيام المأمون فهناك خلاف في كون ابن أبي دؤاد جهميا أم معتزليا فابن تيمية مثلا في كتابه تلبيس الجهمية يقول إن ابن أبي دؤاد كان جهميا ولم يكن معتزليا هو ينفي عنه أنه كان معتزليا الذهب أيضا في سير إعلام النبلاء ينفع أن الجهم أن ابن أبي دؤاد كان معتزليا ويقول عنه أنه كان جهميا بعض المؤرخين يقول عنه أنه كان معتزليا لأنه مذكور في الطبقات في طبقات المعتزلة عند بعض من قتب في الطبقات لكن هذا الأمر ليس محسوما يعني بعض المؤرخين منقصمون المؤرخون منقصمون إلى فريقين حول مذهب ابن أبي دؤاد هل كان جهميا لأن الجهمية أيضا كانت تقول بخلق القرآن أم هل كان معتزليا الآن هناك قصة ذكرها الذهبي في كتابه أعتقد أنه كيف تعرف ابن أبي دؤاد على المأمون لما تم تقديم ابن أبي دؤاد إلى المأمون سأله المأمون يعني بعض الأسئلة ودار بين يعني تعرف المأمون كان مفق يعني كان فيلسوفا فدار بينه وبين ابن أبي دؤاد حديث فأعجب به المأمون أعجب بابن أبي دؤاد فقال له ما منعك أن تأتي إلى مجلسنا قبل الآن قال له ما منعك أن تأتي إلى مجلسنا قبل الآن فقال له ابن أبي دؤاد قال لم تشعل أقداره لم تشعل أقداره أن آتي إلى مجلسك قبل الآن هذا الكلام لا يقوله معتزلي هذا من كلام الجهمية لأن الجهمية جبرية يؤمنون بالقدر وأنه كل شيء أنه أنت مصير في كل شيء فابن أبي دؤاد من هذه الجملة يعني يتبين أنه كان يقول بهذا يعني أنه كان يؤمن بالتسير أنه مصير فيبدو والله أعلم أنه كان جهميا ولم يكن وإنما التبس ذلك على البعض حتى التبس ذلك على بعض المعتزلة لأنه لما ظهرت مسألة خلق القرآن واشتهرت صار المعتزلي يعرف بقوله بخلق القرآن فبالتالي كثير من المؤرخين وحتى متأخر المعتزلة خلطوا بين المعتزلة والجهمية وصاروا يعتبرون كل من يقول بخلق القرآن معتزليا فأدخلوا في ذلك كثيرا من الجهمية الآن حتى لو كان ابن أبي دؤاد معتزليا دعني أسألك وأسأل الجمهور هل يحسب على المذهب تصرف شخص واحد فيه أو شخصين أو ثلاثة أم يحسب عليه موقف شيوخه وعلمائه وكبار محدثيه وما هو موجود في كتبهم وأدبياتهم وماذا يدرسون يعني تصور مثلا أن يتم اعتقال لص ما ويدخل هذا اللص السجن ثم يظهر فجأة أن هذا اللص كان شافعيا أو مالكيا مثلا فهل يعني فهل نقول المالكية لصوص مثلا أو الشافعية لصوص لأن أحدهم كان لصا يعني هذا لا علاقة له بالبلد فبالتالي ابن أبي دؤاد كان يعني موظف كان موظفا عند المأمون وكان يعني ربما له مآرب يعني سياسية وطموح ورغبة في السلطة وفي الاستحواذ وفي قمع المعارض وربما قام بهذا لكن لا يجوز أن يحسب هذا على المذهب وما علاقة المذهب بهذا أصلا كبار كبار رجال المذهب في ذلك الوقت في بغداد أبو جعفر الإسكافي عيسى المردار وغيرهم لم يكن لهم علاقة بالمحنة ولم يكن لهم علاقة بالدولة وكان المأمون يعرفهم يعني لكن لما بدأت مجالس الاستجواب وبدأت المناظرات حول هذه المسألة تكون في بلاط الخلفاء المأمون والمعتصم والواثق ليس هناك أي وثيقة تاريخية تذكر لنا أنه أبو جعفر الإسكافي كان من الذين يمتحنون الناس مثلا ليست هناك وثيقة تاريخية تقول أنه عيسى المردار كان من الذين يمتحنون الناس طب هؤلاء شيوخ المذهب لو كانت المحنة باتفاق أو بتنصيق عباسي معتزلي كما يقول البعض كان يجب علينا أن نرى شيوخ المعتزلة في مجلس المأمون يمتحنون الناس أي لم يكن المأمون والوافق والمعتصم لم يكنوا معتزلة هو كما قلت لك المذهب يعني الذي يعتنق المذهب هناك جمهور وهناك أساتذة وهناك علماء وهناك أعلام الذي يمثل المذهب هم أساتذة وأعلامه وشيوخه وليس الجمهور الجمهور يعني كل الناس في ذلك الزمن 90% من الناس كانوا معتزلة يعني كان المعتزلة هو المذهب رقم واحد مذهب الدولة يعني الأعمة وبالتالي معظم أهل بغداد كانوا معتزلة معظم الوزراء كانوا معتزلة معظم الجند كانوا معتزلة معظم قادة الجيش كانوا معتزلة لكن هؤلاء كانوا معتزلة يعني بالانتساب للمذهب يعني يؤمنون بأصول الخمسة ويحترمون المذهب لكن ليسوا من علماء المذهب أو شيوخه أو المتحدثين باسمه أو الناطقين عنه أين شيوخ الاعتزال من مجالس الفتنة؟ لا شفنا الإسكافي لم نرى الإسكافي ولم نرى المنطار ولم نرى حتى الجاحظ يعني كل هؤلاء عاصروا المحنة ولم يكونوا من الذين كانوا يمتحنون الناس يعني هل عجز المأمون أنه يأتي بالجاحظ وهو على ما عرفنا عنه يعني من سعة علم وثقافة وفصاحة ليمتحن المحدثين؟ لماذا لم يأتي بالجاحظ ويشكل مجلس محاكمة ويضع الجاحظ قاضيا؟ لماذا لم يأتي بالإسكافي أبو جعفر الإسكافي ويضعه قاضيا؟ لماذا لم يأتي بغيرهم ويضعهم قضاء؟ لم نرى أحدا من شيوخ المعتزلة وابن أبو دوآت كان معتزليا لكن لم يكن إذا كان معتزليا يعني لأنه كما ذكرت هناك خلاف تاريخي هناك من يقول أنه كان جهميا ولم يكن معتزليا لكن فرضا سوف أفرد جدلا أنه كان معتزليا ترجمة نانسي قنقر